اشتركوا في القناة اداء افضل ومن سلبياتها فقط سلبية وحدة اللي هي راح تكون الصوت مراوح مزعجة وايضا راح يحافظ على عمر كرت الشاشة اللي عندكم فالفان كيرف او الخطة التبريد او خطة تضبيط المراوح اللي راح اتكلم عنها اليوم راح تنفعكم بالشكل كبير فقط انتما لكم السلبية اللي هي بتكون اللي هي صوت المراوح المزعجة انا عن نفسي ما اهتم على صوت المراوح المزعجة انا مسوي الخطة هذه صار لي ممكن تقريبا اكثر عن سنة والفان كيرف اللي مسوينا يعتبر افضل فان كيرف موجود حاليا للاداء اذا انت مهتم في الاداء والاستقرار والاف بي اس فالخطة اللي راح اتكلم عنها هي افضل خطة عن طريق برامج اللي هو المعروف برامج اي افتر بيرنر اللي هو يعتبر افضل برامج في كسر السرعة وايضا افضل برامج في عمل فان كيرف خلنا نقول وفي له ميزات كثيرة انا ما راح اتكلم عن البرامج اليوم بس راح اتكلم عن النقطة اللي هو عمل فان كيرف من خلالها تحمل برامج اي افتر بيرنر عن طريق الضغط على خيار الداونلود وراح يتحمل عندكم برامج اي افتر بيرنر بعد ما بعد ما تحملوا ببرامج MSI After Burner راح يشتغل عندكم البرامج بالطريقة هذه وقد يكون اللي هو الواجهة MSI After Burner تختلف عن الواجهة لاني بإمكانكم تغييروا اللي هو الاسكن اللي بتلاحظون هذا الاسكن تقدرون تغيرون عدة أشكال بعد ما تختارون الاسكن لناسبكم عن طريق الذهاب على خيار سيتنجز أو شو ما يكون نوع السيتنجز اللي يعيدكم أو الشكل واجهة المستخدم للبرامج نفسها تروحون على السيتنجز أي الإعدادات نضغط على الإعدادات ونروح على خيار فان فخيار فان اللي هو خيار المراوح اللي هو من خلال تقدر تضبط المراوح عندك على حسب كيف ما تبقى فهذا الخيار أو الشكل هذا ما راح بيكون واضح معاكم أو ظاهر معاكم فكيفية إظهاره عن طريق الضغط على علامة الصح على خيار Enable User Defined Software Automatic Fan كنتم تضغط على الخيار الأول وتخلي علامة الصح وراح تشتغل عندك اللي هي الواجهة هذه بعد ما اشتغل عندكم الواجهة هذه راح يكون عندكم اللي هو الفان كيرف بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي أمامكم الطريقة هذه الفان كيرف هذه الفان كيرف الخاص فيني وهو مثل ما قلت لكم يعتبر واحد من أفضل خيارات في التبريد وأيضا بيحافظكم على عمر كرت الشاشة كيف نقوم بتضبيط الفان كيرف راح يكون بالطريقة هذه معاكم نخلي علاج الدافولت session راح يكون بالطريقة هذه اللي هي الطريقة الديفولت أو الطريقة الافتراضية الاختراضي وخط العمودي والخط الافقي الخط الافقي نبين السرعة المراوح اللي هو هذا اللي بيكون من الأعلى للأسفل ومن جاهة الشمال اليمين اللي هو الخط الأفقي راح يبين عندكم درجة الحرارة والخط هذي سرعة المراوح فالآن كيفية التضبيط نختار اللي هو اللي بيكون مثل ما تلاحظون اللي هو المربع الصغير هذا اللي بيكون هو نحط نحن نختار اللي هو سرعة المراوح شو ما يتكون سرعة المراوحة تشتغل عند حرارة اللي نحن نختارها فأفضل مكان نحطيه فيه يشتغل مراوحة بنسبة 100% اللي هو لما يكون عند حرارة اللي هو الجي بيو عندك على حرارة خلنا نقول 70 درجة الحرارة 70 خل يشتغل عندك اللي هو المراوح بنسبة 100% واحد بيقول لي راح تكون المراوح مزعجة نعم راح تكون المراوح عندك مزعجة لكن بيحافظ لك على الـ FPS عندك لأنه لما ترتفع الحرارة بشكل كبير راح يستوي الثروثلينج الثروثلينج هذا راح يأثر على الـ FPS ويسوي دروب عندك في الـ FPS الدروب هذا في ألعاب الشوترز والألعاب التنافسية راح تأثر بشكل كبير على أدائك في اللعبة فخل عندك المراوح تشتغل بنسبة 100% على درجة حرارة 70% وايضا راح يحافظ لك على عمر كرت الشاشة لأن كرت الشاشة لما ترتفع فيه الحرارة بشكل مستمر هذا يأثر على عمر كرت الشاشة لكن لما تكون الحرارة منخفضة يحافظ على عمر كرت الشاشة عندك لفترة أطول بعدها نرفع اللي هو الخيار اللي بعده ونخليه يرتفع الحرارة بشكل تدريجي يعني لما يكون عندك درجة الحرارة خلنا نقول مثل ما تلاحظون درجة الحرارة اللي هي في الأسفل وسرعة المراوح اللي هي على الخط العمودي لما يكون اللي هو درجة الحرارة خمسين درجة الحرارة خمسين نريد يشتغل اللي هو المراوح بنسبة سبعين أو خلنا نقول حتى يكون مستوي بسرعة ثمانية وستين وننزل اللي هو الخط اللي بعده حتى ما نريد تكون المراوح إذا كانت إذا كانت مثل ما تلاحظون إذا كانت الحرارة اللي هي أقل عن ثلاثين أو خلنا نقول ثلاثين ما نريد يكون الصوت مزعج لأنه في الوقت هذا راح يكون اللي هو وقت خمول أو وقت تصفح فما نريد إزعاج نحن نريد لما ترتفع الحرارة يزيد سرعة المراوح يكون عندنا مزعج ما عندنا مشكلة لأنه في الوقت هذا نحن نكون في جيمز والكارت الشاشة يستخدم يبذل مجهود بشكل أكبر راح يخليه يبذل حرارة أو يطلع حرارة بشكل أكبر فما عندنا مشكلة يرفع اللي هو سرعة المراوح ويكون مزعجة وننزل هذا شوي تقريبا حتى يكون مستوي تكون الارتفاع بشكل تدريجي يعني بيكون عندنا لما يكون درجة الحرارة خمسين تكون الحرارة أو سرعة المراوح ستة وستين على درجة الحرارة خمسين وأيضا مثل ما تلاحظوناكم لما تكون اللي هو تيمبرتشر أو درجة الحرارة على ثلاثين تكون سرعة المراوح على ثلاثين أو ثلاثة وثلاثين اللي هو برسنتج بالطريقة هذه يا شباب هذا يعتبر واحد من أفضل خيارات أو الفان كيرف أو خطة التبريد لكرت الشاشة اللي عندكم فأنا أنصح أي واحد اللي هو يلعب ألعاب الشوترز والألعاب التنافسية يستخدم الفان كيرف هذا حتى يحافظ على عمر كرت الشاشة وأيضا يحافظ على الاف بي اس عنده بشكل مستقر وأيضا راح يعطيكم كسر سرعة أفضل بعدها نضغط على أبلاي بعدها على أوكي بعد ما تضغطون على أبلاي أوكي إذا كان عندكم اللي هو الحرارة الجي بيوم ارتفع راح تلاحظون أن صوت كرت الشاشة ارتفع عندكم وراح يزيد التبريد نصيح يا شباب إنكم تستخدمون الفان كيرف هذا هو خاصة للشوترز أنا أقول لكم اللي هو الصوت المزعج هذا يعني ما عندكم أي مشكلة خاصة الناس اللي اللي يبسون هيدفونز أو سماعات على أذانهم بالطريقة هذي نحن وصلنا لهذا الفيديو لا تنسونا في اللايك والسبسكرايب والشير وتفعيل الجرس وإلي مش مشترك معنا في سيرفر دسكورد راح أحط سيرفر دسكورد أسفع الفيديو وفي أمان الله